بسم الله يا ابو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة في يوم الجمعة العظيمة بنلتقي مع حدث هام جدا في حياة السيد المسيح وهو موت المسيح في ختام هذا اليوم يقول كده للكتاب المؤدس أنه صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح والسيد المسيح مفروض في الوقت ده كان فيه أشد حالات الأعياء بسبب جهاده في الصلاة طبعا من أول ما كان في بستان جاسماني وبعدين لما شال الصليب ومشي مسافة طويلة وبعدين اتجلد وتلكم وتلطم وغضع عليه كم الشوك الدماء بتنزف من كل ناحية طيب الصوت العظيم ده جابه منين واحد في هذه الحالة الشديدة من الإعياء ده بيؤكد أنه هو صوت الإله المهوب هو الإله الذي عاش ومات من أجل خلاص البشر وبعد كده أسلم الروح ونكس رأسه وأسلم الروح وهنا بقى عايز أقول حاجة أنه بنقول عن السيد المسيح أنه أسلم الروح ده لا يعني أنه مجرد إنسان بيسلم روحه لأن الإنسان العادي بيسلم روحه في يدي الله اللي هو مستقل عنه لكن السيد المسيح لو المجد هو الإله المتجسد اللي أسلم روحه الإنسانية في يد لهوته المتحد بيه أو في يد الآب اللي هو والآب واحد معه فيه وحدانية يعني زائد كمان إن الإنسان بتأخذ روحه رغما عنه فيبينكس رأسه أما السيد المسيح الإله اللي ظهر في الهيئة كإنسان عشان يموت بإرادته ويتمم الفداء استعد للموت ونكس رأسه ثم أسلم الروح بإرادته وقال كده قال ليس أحدا يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي نحدش له سلطان عليه وبعدين نيجي الحقيقة هامة إن السيد المسيح لم تكسر سقانه على الصليب نقرى الجزء ده في إنجيل يوحنى يقول ثم إذا كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بلاطس أن تكسر سقانهم ويرفعوا فآتى العسكر وكسروا سقي الأول والآخر المسلوب معه وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا سقيه لأنه رؤوه قد مات دي كانت عادة عند اليهود أنهم لا تبقى الأجساد مسلوبة على الصليب في يوم السبت وكان يعتبروا أن الأجساد المسلوبة ديت على الصليب تعتبر بقاءها بعد غروب الشمس تعتبر نجاسة للأرض عكس الرومان الرومان كانوا بيطرق المسلوب حتى يموت وحتى كمان يفسد على الصليب لذلك اليهود طلبوا من بلاطس أن يكسروا سقان السيد المسيح والصين عشان يعجلوا بموتهم قبل ما السبت يدخل وطبعاً إن تعرفين حسب تقاليد اليهود السبت يبدأ من غروب يوم الجمعة والحقيقة كان غريب من اليهود أنهم يقتلوا المسيح وهو بريء وبعدين هيجوا بقى دلوقتي حفظوا على قداسة السبت يعني حاجة تناقض يعني الواحد مش فهمه يعني ولكن هذا كان بتدبير إلهي وأخذين بالكم وكسروا سقين للصين لأنهم ما كانوش لسه ماتوا ولكن وجدوا من المسيح قد مات فما كسروش سقين وهنا بقى دي تورينا ثلاث حاجات مهمين أول حاجة إن دي تورينا المسيح مات بقردته باختياره في الوقت اللي هو بيحدده مش بسبب إنهم كسروا سقين الحاجة التانية عشان تتم النبوة اللي بتقول يحفظ جميع عظامه واحدة منها لا تنكسر كده تمت النبوة الحاجة التالتة إن المسيح زبيحة المسيح كانت في العهد القديم كانت تشير إليها زبيحة خروف الفصح وكان عظامه لا تكسر فهكذا أيضا المسيح عظامه لم تكسر بعد كده إنهم لم يكسروا سقيه لأنهم رأوه قد مات وهنا نقف قدام حقيقة هذا الموت فنقول إيه بقى إزاي المسيح يموت المسيح هو الإله الذي تجسد يعني اتخذ جسدا بشريا من أجل أنه يموت فيه لكي يتم الفداء ويحقق الخلاص يقدم لنا الكفارة الغير محدودة لأن العقوبة اللي صدرت من الإنسان المخلوق المحدود كانت ضد الله الخلق غير المحدود فكان لابد أن تكون الكفارة أيضا والفداء غير محدود توفي مطلب العدل الإلهي الرحيم رحمة الله العدل فنلاحظ في هذا الموت عدة ملاحظات تعليقات نقولها على الموت أول حاجة أن هذا الموت لم يقع على اللهوت لكن الذي مات هو الناسوت بس انفصلت روحه الإنسانية مؤقتا عن جسده الإنساني لكن فضل المسيح حي بلهوته اللهوت ترقاب للموت الحاجة التانية الملاحظة التانية أن اللهوت لم ينفصل عن الناسوت بسبب الموت بل ظل اللهوت متحدا بالجسد الإنساني وبروحه الإنسانية بجسده الإنساني بدأي أن المسيح فضل جسده فضل في القبر سليم ولم يرى فساد وفي اليوم الثالث قام من الأموات ظل متحدا بروحه الإنسانية اللي هي ذهبت إلى الجحيم وأستطاعت أن تطلق منه أرواح الأبرار اللي رقدوا في العهد الأديم على رجاء مجيء المسيح والفداء اللي هيتمه وأدخلتهم إلى الفردوس ومعاه الليس اليمين يبقى أنا أقول ملخص تاني للحتة دي أن المسيح إن موته مات بالجسد وليس باللهوت اللهوت لا يموت وإن اللهوت ظل متحدا بجسده ومتحدا بنفسه الإنسانية بعد كده تعنوه بالحربة واحد من العسكر تعن جنبه بالحربة والوقت خرج دم وماء هذا كان ليتم الكتاب القائل سينظرون إلي الذي تعنون تعليقا بقى على حكاية التعن بالحربة نقول عدة نقطة نقطة الأولانية إن اللي تعنوا بالحربة هو لينجينوس القائد العسكر وكان عمل كده عشان يعرف هو مات ولا لأ ثانيا طعنوا بالحربة في جنبه الحربة دخلت في جنبه في الغشاء المحيط بالقلب لداخل القلب ونمر ثلاثة ده عشان يتم النبوة بتاعة زكريا اللي بتقول سينظرون إلي الذي تعنوه ويحنى الرأي في سفر الرؤية قال بضن ذكر هذه النبوة مرة أخرى وليأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين تعنوه واخدين بالكم وصار أثر الحربة مع المسامير كل دي كانت دليل على قيمته لما توم شك في قيامة السيد المسيح فالمسيح قال له هات يا توم أصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك ضعها في جنبي وشاف أثر الطعنة وقال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا وطوبى لمن آمن ولم يرى لما تعنوه بعد موته تضفق من جنبه دم وماء يتميز الواحد عن الآخر الدم يتميز عن الماء وطبعا معروف أن الإنسان لما بيموت دمه وبيتجلط فلو تعن في قلبه ممكن ينزف قليل من الماء لكن عايز أقول كل ينزف دم وماء دي بكل المقييس معجزة وإن دلت فبتدل أن اللي مات على الصليب ليس إنساناً عادياً بل هو الإله المتجسد اللي ممكن يكون مات بالنسوت ولكن ظل حياً باللهوت وأن اللهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين وظل متحداً بروحه الإنسانية وبجسده الإنساني والحقيقة يعني روحياً أنا بتأمل في هذا الأمر وأشوف أن أنا بخطيائي أنا اللي بطعن المسيح بحربة في جنبه وإن كانت الحرب المادية اللي تعنوا بيها خرج منها دم وماء ده من أجل غفران الخطايا الدم يغفر الخطايا والمية تطهر الإنسان ويمكن أن كنيسة خدت تقليد كده في الأداس الإلهي إنها بتمزج الخمر بالماء في الكأس لما نيجي نقدم الأداس ونصلي ونحط قليل من الماء إلى الخمر إلى الكأس إشارةً للمية والدمة اللي خرجوا من جنب المسيح ده السر العظيم اللي بننبه الخلاص بعد كده بنتأمل في بعض الظواهر العجيبة اللي صحبت موت المسيح صلبه وموته أول حاجة الظلمة الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة لم تكن ظاهرة طبيعية لكسوف الشمس بل ظلمة غير عادية ومما يؤكد كده أن الأمر كان بدري كان متكامل يعني ما كانش هلال ما كانش جزء صغير لا ده كان كامل وبيذكرنا بالنجم اللي ظهر في مولد السيد المسيح الإلهي المتجسد وهذه الظلمة ما تفسرها نتأمل فيها نقول إنها لعل الشمس طوارت خجلا وحياء لأن خلقها كان عريانا على الصليب أو لعلها كانت إشارة لظلمة الخطيئة اللي حملها السيد المسيح فالخطيئة ظلمة لذلك يوسي بولس الرسول بيقول لنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور وهي إشارة للصراع مع الشيطان اللي هو سلطان الظلمة وترح في الظلمة الخارجية الظاهرة الثانية اللي هي الزلزلة الأرض تزلزلت وكأنها ناقت بثقة الحمل اللي صلبه رب المجد فتزلزلت وترنحت أو هي كانت يمكن كان بتستعد إنها تفتح فها وتبتلعهم زي ما بتلعت اللي خرجوا على موسى النبي أو إنها تعبير عن الزلزلة اللي أصابت مملكة الشيطان تحت تأثير الضربة اللي وجهها إليها الرب بارتفاعه على الصليب حتى يحرر الإنسان من عبودية إبليس أيضا الصخور تشققت وكأنها بتعلن إنها أليا من قلوب القصاء اللي عزبه السيد المسيح وصلبه الصخور الصلبة النشفة ديت أو كأنها بتصرخ وتسبح الرب وتحقق قوله إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ أو كأنها بتشير إلى تشقق جسد الرب الذي هو صخر الظهور من تأثير الجلد وأكلير الشوك والمسامير والطعن بالحربة فأفض دما كريما نرتوي به في سر التناول في سر الإفخارستية وزي ما انشقت الصخرة في البرية لما ضربها موسى بالعصى فأخرجت ماء لكي يشرب الشعب ويرتوي أيضا ظاهرة تلتا القبور التي تفتحت وقام كثير من أجساد القدسين الرقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين تفتحت القبور وقام بعض الأبرار من الموت لأنه بموته أبطل عز الموت وأنار الحياة ودول أنفس الأبرار في العهد الأديم اللي رقدوا على رجاء مجيء المسيح زي رؤساء الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو العصر والسيد المسيح زي يوحن المعمدان أو زكريا أو سمعان الشيخ أو يوسف البار خطيب مريم ظاهرة بعد كده ظاهرة حجاب الهيكل الانشق حجاب الهيكل الانشق إلى أثنين من فوق إلى أسفل ده إشارة إلى نقض هيكل جسد المسيح بموته وكان يحمل إشارة أيضا لزوال العداوة بين الآب السماو والبشر لأن الحجاب ده كان موضوع في الهيكل عشان يفصل قدس الأقداس عن القدس القدس الأقداس ده المكان اللي فيه تبوت العهد وكان الله بيتراء فيه على غطاء التبوت لموسى ويكلمه وقدس الأقداس ده اللي كان بيبقى فيه الكهنة والناس اللي بتعود فكان هذا الحجاب يشير للعداوة بين الله والإنسان فانشق حجاب الهيكل يعني الكسر فزالت العداوة بين الآب السماوي والبشر العداوة اللي كانت قائمة بسبب الخطير وأيضا يشير إلى انتهاء الكهنوت الهاروني كهنوت موسى والنموس عشان يحل محله كهنوت العهد الجديد كهنوت المسيح الكهنوت اللي على تقصي ملشي صادق وانتهاء زبائح العهد الأديم الدموية ولتحل محلها زبيحة المسيح غير الدموية اللي بتناولها من على مسبح العهد الجديد وكان هذا أيضا إشارة لخراب الهيكل كله على يد تيتوس القائد الروماني في سنة سبعين ميلاديا كل هذه الشواهد أحبائي كانت شهادة من الطبيعة على أن الذي صلب ومات ليس مجرد إنسان عادي ولكن هو الله خالق الطبيعة وشهادة أيضا أن إن كان البشر قد صلبوا خالقهم وذنبوا وهو بريء فهو بريء وهم المذنبون وكانت الطبيعة حزينة على خالقها لما سلم الروح هنا بقى نختم هذا التأمل بسؤال هل ألام المسيح موته تثبت لهوته طبعا تثبت لهوته لأنها تميزت عن ألام مموت غيره بمميزات كثيرة نذكر منها أول حاجة نبتدي من أول مساعة ما اتقبض عليه اتقبض عليه رايحين يقبضوا عليه اللي حصل إن اللي رايحين يقبضوا هما اللي ترعبوا وهما اللي وقعوا وهما اللي خافوا هو ثابت وقوي واللي جايين يقبضوا عليه هما اللي مرعبين وهما اللي خايفين مفروض المقبوض عليه ده بيبقى مرعوب وخايف لا كان العكس ثانيا شهادة الحكام أثناء المحاكمة قالوا ليس فيه علة يعني هو قدوس بلا خطيئة ثالثا سلطان اللهوت اللي كان بيمارسه على الصليب لما اللص اليمين اعترف به قالوا اليوم تكون معي في الفردوس فأدخل اللص معه إلى الفردوس أربعة صراخه بصوت عظيم قبل أن يموت رغم من إعياءه الشديد ودي ما يقدرش عليها إنسان اتعذب وتقلم وشال الصليب والضرب بالسياط ولبس إكليل شوك ما يقدرش عليها أي إنسان ألامه موته كانت بقيراته لأنه قال عن روحه الإنسانية قال ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي وهو استعد قبل أن يسلم الروح ونكس الرأس عكس المعتاد من البشر وأيضاً لم نطعم بالحربة بعد موته خرج دم وماء والإنسان العادي ممكن يخرج منه شوية مية بسيطة كده لكن مش دم الدم بيكون الجلط وانتهى وبعدين الطبيعة أظهرت زواهر غير عادية في موته زائد كمان إن موته لم يكن هو ختاماً لحياته على الأرض زي باقي البشر ولكن عقبه قيامة من الأموات وبعد كده صعود إلى السموات بعد كده نقول حقيقة هامة جداً إن موته غير طبيعة الصليب اللي مات به كان قبل كده الصليب ده مظهر لللعنة والحقارة أصبح مظهر للقوة والفخر وبولوس الرسول يقول حاشة لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح ويقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وعادة فإن الموت الإنسان العادي لا يغير طبيعة الأداء اللي بيموت بيها لكن المسيح غير طبيعة الصليب اللي مات به بعد مكان للعار بقى للفخار والمجد زائد كمان النتائج والبركات اللي حصلنا عليها من موت السيد المسيح ده مش ممكن يحدث عند موت إنسان عادي أولاً نلنا القفران يقول كده معلمنا بولوس الرسول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثانياً نلنا الصلح مع الله يقول كده برضو معلمنا بولوس الرسول الله كان في المسيح مصالح عن العالم لنفسه غير حاسباً لهم خطاياهم وبعدين بالصليب من الشفاء من الخطيئة والخلاص من سلطانها يقول كده في النبي في أشياء يقول بجراحاته شفينا فكانت جراحات المسيح مصدر شفاء للإنسان ثم أيضاً تحررنا من سلطان إبليس اللي استعبد البشر وبعدين بصليب المسيح غلبنا العالم غلبنا الجسد غلبنا الخطيئة وأخيراً نلنا الحياة الأبدية هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لها كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كل عام ونتم طيبين لإلهنا المجد والكرام إلى الأبد شكراً